بدورهم وصف أعضاء تحالف قوى الدولة الوطنية في مجلس محافظة بغداد إقصاء العضو عمار الحمداني من قبل رئيس المجلس بالقرار غير الصائب والذي لا يتماشى مع القوانين المعمول بها وأكدوا أنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع مع الحفاظ على الاحترام الكامل للمجلس وأعضائه ويرفضون أي تصرف بيرقراطي يمكن أن يؤثر على سمعة المجلس أو أعضائه وأشاروا إلى أن تجاوز هذا القرار يعد انتهاكا للقانون ويمس بمبدأ العدالة والشفافية الذي يحرص الجميع على الالتزام به مضيفين أنهم حريصون على تطبيق القانون بكل دقة مع رفض أي تجاوز عليه